استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير جازف كيشا المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية نيجيريا وذلك بحضور سيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك القائم بأعمال سفارة نيجيرية في القاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوثة النيجيري نقل لسيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس النيجيري محمد بوهاري تناولت عددا من موضوعات التعاون السنائي بين مصر ونيجيريا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك موضوعات مكافحة الإرهاب فضلا عن جهود تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين واستئناف نعقاد اللجنة المشتركة إلى جانبي تبادل الخبرات بشأن التعامل مع تدعيات جائحة كورونا وكذلك دور مصر في مساندة جهود نيجيريا في التنمية من خلال التعاون في مشروعات البنية الأساسية خاصة تشييد الطرق وتوليد الطاقة أعرب مبعوث رئيس جمهورية نيجيريا عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات ممتدة وتطلع بلاده للاستفادة من تجربة مصر في العديد من مجالات التعاون السنائي خاصة مكافحة الإرهاب من خلال تنظيم دورات تدريبية ونقل الخبرات الفنية وذلك في ضوء محورية الدور المصري باعتباره ركزة أساسية للاستقرار والأمن على مستوى القارة بأكملها أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس النيجيري بوهري مؤكدا سيادته تميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والمكان التي تتمتع بها نيجيريا على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة غرب إفريقيا على وجه التحديد مشيرا إلى حرس مصر على تعزيز علاقتها مع نيجيريا التي تمثل نموذجا للبناء والتكاتف بين دول الإفريقية الكبرى لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد في إفريقيا كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المالية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وسيد أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق الاجتماع تناول استراد رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء أعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضي 2020 بما في ذلك الموقف المالي للصندوق والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين بالتنصيق مع جميع جهات الدولة المعنية في هذا الشأن إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تطوير أليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته وفي هذا السياق وجه سيادته بقيام الصندوق بالدراسة صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية ولواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الاجتماع تناول استعراد الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري فضلا عن الموقف التنفيذي لمنشئات العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الخيول العالمية مرابط والمحطة المركزية للحافلات فضلا عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بتوفير أحدث المعدات والألات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق تناول الاجتماع كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة الموقف التنفيذي لتوفير المعدات الهندسية اللازمة تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة وتطوير المنطقة السياحية بالهرم فضلا عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة والتي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث كما وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير الشبكة القومية للطرق والمحاور وفق الجداول الزمنية المحددة مع تحقيق أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لضمان سيابية الحركة واستعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين اشتركوا في القناة